أهمية متزايدة تكتسبها المنطقة العربية ليس فقط لإمكاناتها وموقعها الاستراتيجي وإنما لما تمثله من قوة إقليمية لها وزنها في التطورات العالمية على مختلف الأصعضة والتي تسعى فيه أوروبا إلى حليف ذي ثقل وعلى مدار تاريخها مرت العلاقات العربية الأوروبية بفترات مد وجزر وساهم البعد الجغرافي والتحديات المشتركة بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين الجانبين وتقريب المصالح ووجهات النظر في العديد من القضايا في هذا الصياق تأتي زيارة منصق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى مصر التي بدأها بزيارة جامعة الدول العربية ليجدد تأكيد مساعي أوروبا الدائمة للتنسيق والتعاون المشترك في القضايا الإقليمية وهو ما أكده بوريل بشكل قاطع من قلب جامعة الدول العربية بالقاهرة ملفات عدة فرضت نفسها على طاولة المناقشات بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية على رأسها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وبعض القضايا الإقليمية والدولية سنوات من العمل والتقارب العربي الأوروبي كللتها القمة العربية الأوروبية الأولى التي استضفتها مدينة شرم الشيخ المصرية عام 2019 بحضور قادة أوروبا الاستثمار في الاستقرار كان شعار القمة التي بعثت برسائل سياسية واقتصادية مهمة عكست مرحلة جديدة من العلاقات بين كتلتين تعدان من أكبر القوى في العالم من حيث عدد الدول اقتصادية يعد الاتحاد الأوروبي الشريكة التجارية الأكبر للبلدان العربية فالكتلتان الراسختان تمثلان 12% من سكان العالم بأكثر من 800 مليون نسمة وبلغ حجم الناتج الإجمالي لهم نحو 21 تريليون دولار بين عامي 2019-2020 الشركة العربية الأوروبية تاريخ طويل يستند إلى أساس قوي من الرؤى المشتركة والتقارب الممتد علاقات تجارية واقتصادية وثقافية استراتيجية تجمع بين الدول العربية وأوروبا تجسدت في عشرات الاتفاقيات المبرمة في كل المجالات ترجمة نانسي قنقر